يواجه الصحفيون والعلاميون العراقيون اتهامات مختلفة على حسب المرحلة فتارة هم عملاء وجواسيس لدول أخرى وتارة يعملون لصالح أجندات مجهولة والتهمة الجاهزة هي العمل لانتمائهم القومي أو المذهبي وتطورت تلك الاتهامات إلى قتل أو تهديدات ميليشياوية أو بأحسن الأحوال زج بالسجون بقضايا جاهزة وبين هذا وذاك تم تقييد الفضاء الحر وإحاطة الصحفية العراقي بالمكائد وضحية الأخيرة هي الحقيقة بيد أن رئيس مجلس القضاء الأعلى فأق زيدان قرر الانتصار للصحفيين العراقيين حيث وجه المحاكم العراقية بالتريث في إصدار مذكرات القبض بحق الصحفيين واتباع التسلسل القانوني فتلك وثيقة عمامها زيدان على محاكم الاستئناف تحمل عنوان حرية الصحافة وطباعة والإعلان والإعلام والنشر ممتغاها التعامل بدقة مع الشكاوى التي تقدم بحق الصحفيين وعدم الاستعجال في إصدار مذكرات القبض بمجرد تقديم الشكوى تلك التوجيهات القضائية لاقت تثمينا فوريا من قبل نقابة الصحفيين العراقيين إذا أكد رئيس النقابة مؤيد اللامي أن القضاء العراقي كان دوما ضمانة لحرية الصحفيين العراقيين والعمل على إيجاد بيئة آمنة للعمل الصحفي ربما قد تساهم مبادرة رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان في الحد من حملات التشهير بحق الصحفيين والتحريض ضدهم وقد تساهم الوقفة القضائية تلك مع العلاميين بتقييد مسألة التحريض اللفظي المتزايد ضدهم